تواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية للمعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات متابعة إجراءات التعامل مع أي أزمة طارية وإجراءات شفط تراكمات مياه الأمطار يأتي ذلك في ضوء تعرض البلاد إلى تقلبات جوية أدت إلى تعرض بعض المحافظات لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ وتكثيف تواجد القيادات المحلية الميدانية وجميع الأجهزة التنفيذية ورصد أي حالات طارئة لتعامل الفوري معها